عم بشوف بداية جديدة عم بتحاول يا برج الأسد أنك يعني تفرجي للناس كلها وجه جديد شخصية جديدة عم بتحاول أنك مش تمثل أنك شخص لئيم أو شخص غير شخصيتك الحقيقية يمكن لأنه مليت من الطيبة أو من أنك تستعامل مع الناس بطيبة ويبدلوك بغير طاقة فكتير يعني مبين أنه في بداية جديدة في تغير بالشخصية وأنك بتنفض عن حالك يعني طاقات سلبية مبينة هون الطاقات السلبية كتير أنه ممكن يكون في عندك حبيبي طاقة سلبية سحر حسد عين عين كتير مبينة بالورق ممكن بس ترك وما تسلبية بس أكتر شي ممكن تكون عمل أو أعمال ما بعرف في حدا عم بيحاول وهي امرأة عم بيحاول أنه يعمل لك هذا الموضوع لكن أنا عم بشوف طاقتك بتطغى على الموضوع طاقتك في أنك تخلق إنسان جديد جواتك من بعد الغدر ومن بعد كل شي عم بتحاول تستشفيه ويمكن هذا الاستشفاء من الطاقات السلبية يعني مش بس من الخيانة فبرج الأساد اتحمل كتير بالفترة الماضية وعم بشوفه هلأ لا يعني هو عم بيحاول يمسك يسترجع حق يمسك زمام الأمور يرجع يعني خلينا نقول يرجع يمسك الموضوع زي مكان ماسكو زمان عم بشوفك بتحط حدود حد لكل شخص من بعد عطاء كبير من بعد تضحيات كنت عايشها كرمال شخص وهذا الشخص خانك في ظلمة الليل خلينا نقول في ظلمة الليل خانك هذا الشخص لأ وعم يتفرج عليك كمان عم يتفرج عليك وانت بتنجرح بس نبين انه هدول عشر سيوف خلص خلص الموضوع بعد هيك ما في قيانات بعد هيك ما في يعني ما في اللي هي صدمات خلينا نقول هاي اخر اخر فترة انت عم بتشطب انت عم يعني بتنهي هاي المواضيع وتحط حدود وعم بشوفك بتبلش بداية جديدة في شوية تفكير بالماضي اول الفترة تفكير بالماضي لكن بعدين عم بشوفك بتخلق انسان جديد في العمل مسيطر بدرجة يعني لدرجة عالية جدا رح تكون مسيطر على كل اه الامور اه وممكن الحدود اللي بدك تحطها ممكن كمان تكون لزملاء في العمل اه مبين انه رح تعمل شي او انجاز او كزا يشهدولك في المسئولين او يشهدولك في الناس اللي موجودة معاك في العمل اه مبين اكتر شي بالنسبة للناس اللي حابت تسافر مبين في عندي سفر اه ولكن مؤجل شوي يمكن لشهر عشرة اه شهر عشرة احتمال كتير كبير يتم هذا اه السفر اه اكتر ايش يبين قدامي بالورق فيه ترابط روحي كتير كبير عالي بينك وبين الشريك اه مبين فيه شخص جديد كمان رح يدخل على حياتك حبيبي اه هذا الشخص اه يعني من مواصفاته كتير اه خفيف الدم اه ممكن يكون زميلك في العمل هو شخص اه يعني بتعرفه من اه من قبل من البداية ولكن اه ما كان فيه مشاعر اه متبادلة من ناحية هذا الشخص يمكن من عندك كان فيه مشاعر كنت مفكر ان الشخص التاني ما عم يبادلك بس اه بالحقيقة اه عم بيبادلك الشعور عقلك الباطن اكتر شي على شو مركز يا برج الاسد اه تحقيق اه ناصر خلينا نقول وانك تسكر الباب على موضوع قديم تدفنه خلاص واتبلش اه بداية جديدة مبين فيه رومانسيات عالية فيه لم شمل بين شخصين اه بتجاوزوا كل العرقيل قد ما فيه عرقيل هون يعني شفنا صدمات كتير من هذا الشخص ممكن تكون او اه خيانة او طرف تالت اه شفنا فيه طعنات اه لبرج الاسد اه ولكن بالاخير فيه لم شمل فيه لم شمل بين اه هدول الاشخاص اذا فيه مصالحة من بعد اه فترة من الجفاء فيه مصالحة اه ولكن رح تكون من الطرف المقابل مش من مبادرة منك يا عزيزي اه عم بتكون الفترة الجاي من بعد الاستشفاء ان شاء الله يعني رح يتم الاستشفاء مبين اه بتدرج الوراء انه فيه استشفاء وتطلع من كل الطاقات السلبية اللي انت كنت فيها اه مبين انه من كتر الفرح والانبساط ان شاء الله يعني رح تعمل مثل اه رح تطلع فيكيشن او شي رح تروع ع البحر مع الشريك اه يعني فيه مشاوير حلوة رح يصير على الصعيد الرومانسي والشريك رح يهتم فيك كتير لدرجة متل ما شفنا بالكرت انه عم بيحضر لك العصير او الشغلات فعم هو يعمل لك اياها بايده فعلى قد ما شفت خيانة من هذا الشخص على قد ما رح تشوف رومانسية منه وانه يعترف بغلطه فيه احتمال كبير فيه هاي الفترة اه غير المصالحة انه يعترف في اه اخطاءه بقولك take the next step now يعني هلأ فرصة مناسبة انك تاخد الخطوة اه الجاي يا برج الاسد اه بكفي خلص التراوح يعني نفس المكان او ما بدك تاخد اكشن اه خد اكشن والكروت عم بتطمنها يعني عم بتكون اه حلوة الكروت لذلك ما في خوف من انك اه تعمل اكشن هون عم بشوفك بتسترجع اه موضوع بتسترجع شخص بتسترجع اه موضوع خلينا نقول اه يرجع بين ايديك ترجع تمسكه بين ايديك تشمه اه تلمسه فا اه من بعد ما شي كان اه مستحيل في حياتك اه عم بشوفك لأ عم بتعيشه بكل اه سعادة وانتصار نشوف الرومانس اوراكلز بقولك your emotions are healing اه فعلا زي ما قلنا اه عواطفك او مشاعرك عم بيصير لها healing عم بيصير لها استشفاء اه وهذا رح يخليك قادر انك اه توصل للحب العظيم او الحب الحقيقي اه في حياتك للماكسيمام من الحب مع الشريك اه بيقولك انا رح اساعدك هذا الملاك بيقولك انا رح اساعدك لحتى تطلق الغضب والانتقام انت كان في عندك روح انتقام ضد هذا الشخص اه ولك وكمان عدم التسامح اه من القلب والعقل رح اه بيحكي لك انا رح اساعدك اه لحتى انك اه يعني وكأنه بيحكي لنا انه الشريك رح يعني رح ينعدل رح ينعدل هاي الفترة الجاي ويقدم التنازلات ولك جوين ان اه وكأنك انت خارج الجروب او خارج الحركة اللي عم بتسير ان كان في العمل او في الاجتماعيات بشكل عام اه عم بتكون بعيد شوي عم بتكون عازل حالك اما بتحاول تستشفي او بتحاول انه يعني تععد مع حالك تشوف ايش الاخطاء اه ما الاخطاء بيقولك لا بالعكس ادخل مع الناس وتشجع تشجع انه اه يعني تحكي وتعمل تجارب وكذا مش شخص واحد كان اه سيء يعني معناته كل الناس سيئة بالعكس وسيلف كير بيقولك انه رح يكون رح تعتني اكتر في حالك اه بالفترة الجاي وتركز على حالك اكتر ما تركز على التانين اه مثل ما قلنا اه بيقولك بكفي تفكير بكفي تحليلات بكفي اه يعني تضغط على حالك وتعبي راسك او عقلك البطن بالسلبيات اه بيقولك خلص ما تفكر بس اتنفس اتنفس واكأنه بيحكي لك اعمل ميديتيشن اه روح اه عالطبيعة اهتم بحالك اه بدل هاي الطاقة حاول اه اتبدلها بيقولك فيه شخص رح يروح من حياتك وكأنه ميت يعني انا تشايفه مثل التابوت يعني اه مش ميت بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المجازي اه وكأنك رح اتودعه رح تزعل بالبداية لكن بال بالنتيجة رح تكون في عندك بداية اه جديدة حلوة كتير اذا فيه اشخاص رح اتودعهم اتوقع على الصعيد العملي لانه مبين فيه فرصة جديدة في اه العمل هون بيحكي لك بيقولك انه لازم تسبنى البدايات الجديدة مشاريع جديدة امور جديدة اه اليك فترة ما عم يعني تحاول تنجز عم بتفكر بس باللي تعانوك وعم بتفكر بس بالعلاقة الثلاثية ممكن تكون بالخيانة بالاستشفاء بيقولك خلص بكفي بلش المشاريع اللي انت كنت اه مجمدها اه اذا كروت كتير حلوة بيقولك بس كون جريء ومتشجع وادخل ادخل بيقولك هون انه في طريق انت فتها انت مش قدها او انت رح تكون شوي صعب عليك ففكر بالموضوع اكتر ممكن انك ترجع اقرب لك كتير من انك تلف كل اللفات عشان توصل لنفس النقطة بيقولك ممكن انك تتراجع عادي جدا ممكن انك تتراجع يا برج الاسد في موضوع من المواضيع مش عيب ولا غلط ان الواحد يرجع يفكر في الامور اللي خلينا نقول بالامور اللي كتير عم بيعاني منها give yourself the best بقوله فكر بحالك حب حالك انت تستحق الافضل فما تضلك يعني تعيط او ما تضلك تبكي على اطلال الماضي الفيري كارت نشوف ايش في اش جديد او كيف بيقولك رح يكون في وفرة كبيرة بتوقع على مستوى العاطفي رح يكون وفرة كبيرة من المشاعر اللي متجمدة داخلك واللي رح تتفجر بيقولك بالفترة الجاي ممكن معقول كتير انك تدخل هذا العصر وهاي الفترة اذا لبرج الاسد كانت كروت يعني نصها حلو نصها مش حلو بس كله بايدك انت يا برج السلطان انك يا برج الاسد انك خلاص يعني تاخد قرار لانه في امور كتير انت اه موقفها ما عم تبلش بدايات جديدة عم تكون متجمد عند امور معينة او عند اشخاص معينين ويمكن هذا بسبب الطاقات السلبية فيعني فكر بالموضوع وعم بشوف فيه شفاء على خير في هاي الفترة ان شاء الله ومن بعدها رح تستقبل امور الحلوة اذا لبرج الاسد كتير بتمنى لكم فترة حلوة ان شاء الله والورق حلو يعني تطمنوا ما في يعني وقعات ما في شي خلص خلصنا الصدمات خلصنا الجروحات كلها ما ضلش اشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة